انتما قاموا عندكم وثيقة استقلال انتما ما عندكم وثيقة استقلال والدارو نحنا نستقلوا السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقاء على بركة الله دزل أول فيديو خليونه باللغة العربية أول فيديو على بركة الله على ما دي بركة الله لا تصدقال انا لم أعرف ما أفعل بركة الله لا أعلم ماذا نتعرف بها وما جزرت أبل عالي او بأسفر وما تريدون أن ترى واحد الجوش جريم شخص وما قاموا بكسر وما ترى اخبار الناس وما يجر وما يجر وما ترى اخبار الناس وما ترى لقول لهم أنكم لا نسكح باكمة انتبعنا انتبعنا لم تكون هناك من سبيل يمكن أن تكون هناك الكاميرا شعر بالكاميرا افضل التاني فنقر أفضل الفيديو آخر ديما مربوحة ديما مربوحة طريقة تنسية إما تنسية إما تنسية تسمعوا الهجة ديما مربوحة ديما مربوحة ديما مربوحة طريقة تنسية حبينا نقول لك شيئ تحيان للنادي العلال والنادي الأهل الميصرية والفرق الذين يأتي بالمغرب مرحبا بهم وخشي ناس قالوا لك الويداد كيف يجب الويداد وش غادي تقاطع لمقابلة الفريق الجزائري بغوا أننا القطعوا ما كرووش القطعوا بداي طلعوا ما بدايت ايه والله تصيلتك تنقرروا كورة ما ونقرروا كورة في كذا يلا على مركزين نشوفوا فيديو آخر يا نصرانية يا نصرانية انتوما بعمل عندكم وثيقة استقلال انتوما ما عندكم وثيقة استقلال والدارو نحنا نستقلل هذا واحدة من البوليزاريو مع واحدة من الجزائر قلتوا يا بوليزاريو انتوما قاعد معكم وثيقة استقلال لا تتحدثوا عندنا ونحنا نقولوا اننا وقفوا معكم باش تستقلل كيف يكترونوا همو مازال انتوما ان الجزائر مازالة مستعمرة من فرنسا وراه بينها اراه قيللك اي بناية اه قديمة بغت تطيحة الجزائر داروري تشاور و تاخذ الموافقة من عند فرنسا ياewواش بقى هاش كي احنا را مساكل الان نرى التشو انه ماكيدخلنفشو انتا خيريدي ايش بتونه ابيعتشون الوحيد وعنى اللي ولدي احنااتنا ما ردناش voitقة للاستقلان انتم ما معنكمش ما با واتقة بل لي تكذيزتيو احنا ومعنكمش من با واتقة بل لي تكذزتيو عليكم السلام عليكم السلام ما بلاتينا عارقوا الحق نعم مرحبة المهم احنا المهم احنا ما فتصرنا معقلكم سكندر تونسي ما عاش بغير يقول تونسي ما فتصنى مجمونا نجوع ناكل احنا بادى خرقنا في ناحات رباب لا تنشوفوا هاد تونسي الاخ تونسي انا اسكندر من تونس وحبيت اخويا نقول حاجة واحدة اخويا انا كتونسي نحب نقول باسم تونس الكل نطالبه بالصحراء التونسية من الجزائريين هذا هو المطلب متاعنا في تونس هاد تونسي قدرع لاحقه يلا ايه احنا مالينا دونس فرنسا قعدت في الجزائر فرنسا قعدت في الجزائر اطول استعمار 130 سنة وراحت بعدها الجزائر كيف يقولوا مسلمين ما يعطوا للناس اراضيهم معاناتها النيسي الوبالي وتونس وليبيا والمغرب الصحراء الشرقية اعطونا اردنا يرحم والديكم علش قالوا القهنارك لا ميري اكتب فريا وبعتها هههههه انا شبراي اننا بعدها الامك ولا الاخوك لا لا بعتها البارك يبعتها اليمك ويمك تبعتها الاشواك انتي ملاكتها انتي انتي سكر فما لو نكتولي نوتي بالسكر يا رب هاد تونسي حر حنا بس احنى مالاه بس كنتوما حم احناة الارضة وعليش تقبلوا المساعدة وعليش تقبلوا تموين بيناتهم بس كنتو المغربة او بسمعو صافي بيناتهم تبينتو انساول جزائر تموين وعليش تقبلوا يكونوا واحدة عندو يكون دينها يقبلش تموين المغرب تاني هارب عليكم برشة 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 المغرب تاني هارب عليكم برشة 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 المغرب يسكتماكي يقولون له محتار ما صعب يخليهم بنتهم يتعضوا بشتعب أن تونس من اللي تجيتها درح ستطلب بصحرات لدتها الجزائر وخص المغرب أيضا صحرات لدت لها الجزائر ما نهضرواش على صحرات المغربية ذكرى مغربية ذكرى احدا راكينا عنا بندنا ولكن كنا صحرات اللي بازالا لا يديكم يا مي همناش في المرأوك أعطيني أردي يا ملكم نحترمو برشة وغلطنا غلطة سياسية كبرى تبعناكم نكتولي أمي بالسكر توت وانس الكل امراض بصارتان السكر أعطيني أردي الصحراء التونسية هادي اللي نحب نحكي عليها هكا هو تكلمة حق أعطونا أردي يا تونسي أنا مطلعش نضرب مع تونسي اسمعني يا أخي دوكي منتو ما حدكم رئيس سياركم علش ما تطلبش الحقوق دياله اسمعني اسمعني يا جزائرية يرحم والديك قولي واش قلت كلمة عيب هاني توا نطلب بالسحراء التونسية لا لا ما قلت وعيب لا ما لانسى خرجت من الجزائر أعطاتكم إدارة فقط ما عندكمش هذيك عرض مش متعتكم حبيت نسك سيك حاجر سحاري امتع الناس يعطيه للناس أراضي متاعهم يا أخي تونسي والله ما نحب ندو اسمعك شوف اسمعني مليح اسمعني نقولك حاجة بخ كلمة حق أختي كلمة حق شوف نسمعني نقولك كلمة أما نحبو الصحراء التونسية توا فرنسا خرجت عطيه للناس الأراضي متاعهم حتى المروكا ذاكي عندكم الصحراء الشرقية متاعهم وانش دايريات عبور هتنش كارحليب يا رب شوف نقولك حاجة يا تونسي والله العظم يا أخي ما عندي ما نقول فكهنا يا او لا نقول فكه ادرتك قلك على ست نحترم تونس والمغرب نحترم هون من عام الزمان لان فكام المغرب نذنبهم نظر مثلا هادو ما شامبينيون هادو ما يرى وما نشعرفها وش حبوا يدوتين دوف جزارية 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 الناس كاملة حقرتكم وانتم اللي تحقرون احنا توانسة حقروكم والمغاربة يحقرونكم وانتم هل يتحقرونكم؟ ماذا؟ ما تدخلش روحك بيناتنا نتاكلوني ولو كيف كيف انتم ما إلا زيادة الجب ما يخرج اليوم دابا البوليزاريو من تيندوف البوليزاريو كتقول لهم تيندوف العاصمة ودابا يضربوا غير يخرجوها من تيندوف يلا هلا دكش اللي زرعتوه انتم بكاتحصدوهما المغرب سد الحدود اليوم اللي يقرب يطير في السماء دوز الفيديو آخر سؤال هنا المنتخب المغربي الشقيق هل سيأتي للجزائر أم لا؟ قبل مباراة اوديسات ما ننسوش انو نادي الويداد البيضاوي وقع في نفس المجموعة ايضا ما شايفت القبائل ما عندهم شي حاجة اخرى من غير المغربي اعود من فضيحة انا بداوية تبدو لي قصيد كاس العلم للشابر قل لي الويداد ما عندهمش غادي تجي ولا لا حركت الكاميرا ربما سمعتني قال لك الويداد ما عرفت شو ها سيأتي او لا لا ما كرهوش ان انا ما بداش نجي وبدأت تقلوم والله الويداد تطحر تكون في الجزائر تطحر تكون في كذا سؤال المطرح هل سيأتي الويداد البيضاوي للجزائر ام سيقاطع بحجة الطائرة المباشرة نعم قاس الساعد اذا جاء المنتخب المغربي الى الجزائر عن طريق وجهة اخرى يعني ماذا كان يفعل لقجع او ماذا فعل لقجع بمنتخب المغربي للمحليين محلي المحليين لا يوجد هناك عمل باقي المغربي او دعوه تقول لك الويداد سيأتي او سيأتي او ترد رحلة او تردك الى فرنسا او تونس او أخرى اخرى افتحوا الى الكرة القدم الاندية المغربية ملاحظكم اما انا صافي بينا العالم والفيفا والكف انكم لا تستحقون تنظيم اي تظاهرة رياضية مدم انكم سدين الحدد وما خلي تجي منتخب انه يدخلي شارك اخوان وصلنا اخيرا هذا الفيديو شكرا بزاف على الدعم ديكم علي مصنده علي كومنتير علي ميصاج السلام عليكم